لو كلمنا على كواليتي اللي موجودة عندنا وكواليتي اللاعبين بالمقارنة بكواليتي اللاعبين موجودين في منتخبات أفريقية بتلك مثلا كود ديفور السنغال جزائر المغرب نيجيريا احنا أقوى من مين دلوقتي من دول بص عشان ما بقاش منحاز لحد لكن في فروق كتير خليني واضح وصريح معك أما لعبنا السنغال لا هما في حتة وإحنا في حتة تانية خالص حل انا ليه سألتك سرادة؟ ليه؟ انا بقولك كده عشان أنا صريح ما ينفعش ايجي اقول لا أنا أحسن من السنغال لا بالعكس انت عملت حاجة مهمة دلوقتي عشان ابني عليها اه انه احنا الاول نتصرح مع نفسنا احنا فين دلوقتي احنا لأ ممكن نبقى أقل من دول دلوقتي دي حقيق نوصل ازاي بقى ان احنا نقرم من دول بص انا يعني انت عشان ازبتلك بس احنا فين بص اللعيبة دي كام واحد محترف ايه محترفين فين يا كريم بصدر فأعظم أندية في العالم صح مش مثلا نادي كده صغير لا لا احنا دايما نتكلم على محمد صلاح عندنا بس بس هم عندهم 11 محمد صلاح احنا عندنا محمد صلاح مثلا نقول مني واترزجي عشان دور انجليزي هم عندهم كام دور انجليزي صح عندهم باريس سان جرمان عندهم البايرن عندهم نابولي عندهم مش عارف مين عندهم مين انت بتتكلم في كلهم تحس اللي كلهم سادي وماني كلهم زي ما احنا بنقول كده كلهم محمد صلاح بالزبط تحتار تمسك مين وعلي مين بص الفرقات بص الامكانيات واحد على واحد بيعدي ازاي بص الكوة والسرعة واحد على واحد الاستلام والتصويب اللي انت كنت لست بتتكلم عنه لا هو عنده من الكدرة اللي هو يعمل اي حاجة في الكرة يعني احنا مثلا ممكن تلاقي عندنا واحد اه بيشوف بس عنده مهارة في المهارة سريع مثلا صلاح سريع بس مفيش حد بيساعده ده عنده بيستلم تحت ضغط وسريع وقوي شوف سادي وماني ده بيعدي من كم واحد زي بيعدي زي السكينة في الحلقة وزي ما بيقوله فالناس دي في حتة وإحنا في حتة هم متأسسين صح مع الدوريات انا مش بحب الحاجات الهداء انا ما قصدش بالحوار ده ان احنا نقول احنا ما عندنا منتخب واحد احنا واقعيين لا احنا عايزين نوصل بقى نوصل نحن نبقى زي يوم عشان نرجع تاني نبقى رقم واحد في القرار الأفريقية نرجع رقم واحد ده محتاجين حاجات كتير ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها من وجهة نظر من اللعب اه اللعب هو هناك عارف امتا بينام امتا بيأكل امتا بيشرب امتا بيتمرن الشغل شغل الراحة راحة احنا هنا عندنا مثلا على سبيل المثال اللعي بالكورة مثلا طبيعي بيحب الصهر ده مش موجود في الكورة او ده هناك ما عندهمش كده عندنا كل امور دوري شغال بروح هنا زي اجازة هناك عارف بيأكل ايه وبيشرب ايه وامتا بخرج وامتا بسافر وامتا بروح وابدي كل حاجة حقها فأكيد كل غير العوامل الجو مش عارف الزميلك اللي جنبك الملاعب كل حاجة بتختلف انت هنا عندك ملاعب زي اوروبا هتلعب عليها ازاي مهتم بالناشئين زي برة يعني لازم انت لازم تأسس لازم من البداية من تحت لازم القاعدة من تحت طيب انت ما ينفعش تجي تبني عمارة تبني من الدور الثالث وبعدين لا الاساس الاساس لو مش كويس العمارة دي هتوقع طيب قبل ما خلص المنتخب شايف التشكيل بكرة ممكن يبقى عامل ازاي اعتقد يعني الشناوي الشناوي ربنا رجعه بالسلامة بس انا عرفت اللي المسحة سلبية بس ابو جبل قده ممكن كابتان اياب جلال يقول لك المباراة مشيت وكده لكن طبعا سيظل الشناوي هو رقم واحد لكن ممكن يدي ابو جبل الوينش لا خلاف عليه طبعا ويسر ابراهيم يسر يسر ترى ما سافرش عشان جنعانه لازلت برد ما سافرش مع الفريق فدلوقتي عندنا محمد عبد المنام موجود لأ عبد المنام برضو مش موجود احتمال يلحق ممكن والوينش موجود فدلوقتي عندك محمود علاء والوينش موجودين في خط الدفاع يبقى ما فيش محمود علاء اعتقد هو ده اللي موجود دلوقتي وهيبقى جنب الوينش وعمر جابر عمل مباراة هيلة المباراة اللي فاتت صراحة جدا يعني عجبني جدا انا في رأي كان افضل لاعب اه افضل لاعب اعتقد وايمن اشرف كان ناحية الشمال عشان برضو فتوح مصاب تمام وفي نصف الملعب يعني السلية بقى اعتقد لما نزل خلاص كده اتطمن عليه بشكل كبير وممكن بقى يبدأ المباراة وحمدي فتحي موجود اتمنى اللي انا شوف زيزو من من بداية المباراة اعتقد يعني اتمنى على المستوى الشخص اتمنى اللي انا شوفه ممكن ترزيجيه بقى لو برضو الاصابة يبقى موجود مصطفى محمد بقى نشوفه الراجل نفسيته مفتوحة للاهداف وهو اللي جاي بجون الفوز المباراة اللي فاتت واعتقد اللي احنا كان لنا شكل بعد ما نزل كمان يا كريم خصوصا يعني بيلعب النهو الكويس مش عايز تشوفه احمد عاطف يعني احمد عاطف روت كويس وجاي مستقبل لكن مصطفى محمد بتكلم اللي هو خبرة عنه عشان لها بالفترة اللي فاتت دي كلها وعنده خبرة دولية عنه والمباراة كمان ما جيش هددي احمد عاطف في مباراة برا يعني لو عايز اتديله حالقال اتديله هنا في وسط جمهوري ياخدوا الثقة في استاد الكاهرة لكن ما جيش هدديله مباراة برا وجمهور هناك والجو يبقى حر جدا فإيبقى انا كده بظلمه فأنا متوقع على مصطفى حمد عشان الخبرة الدولية افضل من احمد عاطف لكن عايز اقولك اللي احمد عاطف فرود هايل وعنده ثقة في نفسه وهو ده اللي جاي قدام لمنتخب مصر عزيم جدا عايز افتح معاك حوار يخص اقتراح من اتحاد الكورة بتقديل عدد المحترفين في كل فريق بدل خمسة يبقى تلايطة رأيك ايه هو عايز لو الغرض او النية اللي انت تقول الدور المصري اتطفق معاك مليون في المئة بس انت ما تجيش دلوقتي يعني في يوم وليلة تقول كده عشان فيه اكيد محترفين كتيرة بيبقى عندهم لسه في عقده سنتين وثلاثة يعني لو هيتنفذ من المسلم الجاي على طول اعتقد هيبقى صعب انت بتحط بلان بحيث انت ممكن تنفذه بعد سنتين ثلاثة بحيث اللي احنا نرتقي شوية او نطلع شوية بالمستوى المصري او بتاع الدور المصري فاتطفق معاك طيب